اشتركوا في القناة بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأن تعلم الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم سعيد مبارك إن شاء الله طيب فيه كل التوفيق والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين أحبتي في الله دوام الحال من المحال الصحة لا تدوم والغنى لا يدوم والفقر لا يدوم الاحتلال لا يدوم حتى حجمه دائما إذا كانت مليحة ما الدوم وإذا كانت مليحة ما الدوم وهذه هي عقيدة المؤمن بأن حتى حجم الدوم عبد المالك بن مروان واحد المرة هو فرحان وزاهي ويقول نعم الملك لو يدوم فكانت زوجته بجانبه فقالت لو دامت لغيرك لا ما وصلت لك لو كان الملك يدوم ما يلحقكش ولهذا حتى أنت ما تدومش معنها الملك رايح يروح الإنسان آخر واحد مرة أحد الملوك بنى قصرا وشيده وجاب المختصين وجاب الملاحظين والمنتقدين وقال لهم ليجب لي عيب في هذا البناء الشامخ يعني أبويه وأعطيه ما يحتاج وما يريد فلم يجدوا عيبا وإذا بشيخ كبير وإذا بشيخ كبير يدخل يتكئ على عصاه قال وجدت في قصرك زوج عيوب مجي وحد هو في أقل وحد قالوا واني لقيت زوج قالوا فتعجب الملك وقالوا اذكر لي ما رأيت قالوا أولا أن هذا القصر القصر لن يدوم وسينقضي ولو بعد حين والعيب الثاني أنك لن تعيش وستموت ولو بعد حين فأعطاه بهذه الكلمات موعظة بليغة وهو أن البقاء لله تبارك وتعالى شوف إخوة يوسف لما رموها في البير لما رموها في البير شد بيد ديفل باش ما يطيحش وكما تقول بعض الروايات بدأوا يضربوا فيه اليد باش يطيح وسقط نعم ما قدرش يتماسك لما كانوا يضربون يده وإذا بجبريل عليه السلام يمسكه وما أصابه أذن بحولها تبارك وتعالى تمر السنين تمر السنين هذا اللي رموها في البير فيصبح عزيزاً لمصر ويجي وخاوتوا يقول له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجه فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا ومد يديهم هذك اليد اللي كانوا يضربوا فيه باش يطيح يجي نهار بعد مرور السنين يمدوها إلى يوسف حتى يتصدق عليهم ولذلك أحبتي في الله دوام الحال من المحال كم من إنسان كان فقير فأصبح غنياً كم من إنسان كان غني فأصبح فقير يمد يده ولذلك الارتباط بالله عز وجل الإنسان يثق في الله ويتعلق قلبه بالله والناس اللي فهموا الدنيا مثل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول ليتني كنت تبنة تذروها الرياح يقول سيدنا عمر ليتني يعني ألقى ربي كفافاً لا لي ولا علي فالسعيد هو اللي يلقى ربي سليم الصدر يعني مهاني لا يتعلق قلبه بشيء فأطمئن أخي المؤمن أطمئن أختي المؤمنة دوام الحال من المحال والله سبحانه وتعالى بيده كل شيء يقلبه كيف يشاء وقت ما يشاء أسأل الله أن يجعل أحوالنا كلها بخير كلها سعادة كلها أمن كلها سلم كلها سلام بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة